أهلا بكم في خضم الفوضى اللي قادة صايرة في البلاد والتصريحات وسوء التأويلات سعت عن حسنية وسعت عن سوء نية بالنسبة لتصريحات رئيس الجمهورية البرح نزل كلها بعد تصريح وزيرة العدل اللي خرجته قال ترى رئيس الجمهورية متمسك بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ولكن راهو بيش يغير يعني يحط مجلس مؤقت ولا لجنة مؤقتة ولا هيئة مؤقتة لتنقل يحضر القانون جديد متع المجلس الأعلى للقضاء وتتبدل التركيبة فما أشكون فسرها على أساس قيس سعيدة تراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء خاصة مع الموقف الدولي وفما أشكون أعتبر إلي هي مجرد مراوغة فقط بدل شوية الكلمات بيش ما يقولوش حل المجلس الأعلى للقضاء على اعتبار مؤسسة دستورية وكيقولوا لي بيش ننبدلوله القانون ومن هوني لنبدلوله القانون خلينا نحط مجلس مؤقت بيش هو يسير الأمور متع المقل وكل ما يخص معناه المشيغ المهنية متع القضاء سامير ديله من الموقف هذي يقولك هو تلاعب بالكلم وتلاعب معناها بالألفاظ لأكثر والأقل اليوم يجي الرد مباشر من قصر قرطاج في المجلس الوزاري مستنس المجلس الوزاري تقريبا دي ما يتعمل لها شيء اليوم على غير العادة المجلس الوزاري يتعمل لها صباح وباش نشوفوا ما بعضنا إشن هو اللي كان فيه يجي هذي قبل ما ينعقد المجلس الوزاري يستيعى المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية نحكيه عليها توا يقولك إينا نرفض قرارات الرئيس ونتمسك بالتركيبة الحالية ويقولك إنه إذا كمش يعمل مجلس بديل ولا مجلس يعني واحد آخر ما عنده حتى أثر قانوني المجلس القانوني هو التركيبة الحالية يجي رئيس الجمهورية ويقول بالنسبة للمفترين والمشاككين في حل المجلس الأعلى للقضاء نحب أن نقولهم أحويجة يأكد إنه بيش يتب أصدار مرسوم لحل المجلس الأعلى للقضاء ما ترجع شي فيه ويأكد زادة إنه بيش يعوضوا بمجلس آخر وهذا في رد على تشكيك البعض حول حل المجلس الناس اللي قالت قيسس عيد رخ قيسس عيد خاف من الأجانب من أمريكا من مجموعة السبع من 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 هذا ما عنده حتى قيما قيسس عيد في المجلس الوزري يقول لي يكون واضحا بأن هذا المجلس بيش يتم حلو بمقتضى المرسوم اللي بيش ينظر فيه المجلس بتاع الوزراء اليوم وبيش يعوضوا بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك فيها الخيار هذي لأنه تونس لازم يتم تطهيرها وتطهيرها ما يصير إلا بتطهير القضاء قيسس عيد يقول مرة أخرى ويجيوا بالناس الأخرين اللي يردوا على قيسس عيد ويقولوا له أنت قلت المجلس وظيفة مش وظيفة عفوا القضاء وظيفة مش وظيفة القضاء هو سلطة يقول لهم القضاء وظيفة وليس سلطة بكل وضوح يقول لهم القضاءات اللي كلهم خاضعون للقانون الوظيفة القضائية يقول في ظاهرها مستقلة ولكن في الواقع هي عكس ذلك تماما يقول فيما برشة قضايا اليوم ما تمش الحسم فيها من قبل القضاءات اللي يدعيوا أنهم يتمتعوا بالاستقلال وأنه عندهم سلطة فوق كل السلطة ولكن عجزوا بش يصدروا قراراتهم وأحكامهم في برشة قضايا مصيرية كيما قضيت شيتو كريب رايد محمد البرامي كيما برشة قضايا أخرى دونك الناس اللي تقول احنا القضاءات سلطة ولا يعلوا علينا شي وما يدخل فينا حد وما يهموا فينا حد وما نش موظفين وما نخضعوش اش بك ما اخطعتش في هالعشرة سنينة دية الكلة عليش ما اثبتش الكلمة اللي جاي تقول فيه توا على قيس السعيد عليش ما اثبتوش اللي انتي كيف تلقى ترف سياسي موارد تحكم معليه ما تخافش منه سينواش نوة يعني مانيش وظيفة ومانيش تلعشون بعد ما تحكمش في القضايا المواردين فيهم شخصية سياسية بيرزة مثلا قيس سعيد يقول القضاة عندهم وظيفة في اطار الدستور وعليهم فقط تطبيق القانون بكل حيات يكشف اللي فما ملفات كبيرة تثبت انه بعض الاطراف اخذت فلوس تفوق الخيال المينيارات اللي حكي عليهم قيس سعيد وقال بعد هذية الكل يقولوا اللي القضاء مستقل ولا رقابة عليه يقول مرة اخرى القضاء وظيفة وما هوش سلطة والقضاءات اللي كلهم خاضعين للقانون ولا يمكن ان تكون هناك دولة دون قضاء قيس سعيد زيدة يحكي على موضوع اخر في المجلس الوزيري لقيقهم كانوا يزوز مواضيع مهمين ينسر في المجلس الوزيري ذا المجلس الاعلى للقضاء اللي اكد انه روه صيب شي حلو وبش يعمل مجلس جديد احب من احب وكره من كره قال لهم زيدة انه القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون والصلح الجزائي هو الموضوع صلح الجزائي يقول بش يشمل الاموال اللي تم اختلاصها بعد 2011 الى غاية اصدار مرسوم الصلح الجزائي يأكد انه تم اعداد مشروع مرسوم يتعلق بصلح الجزائي يأكد انه المراسيم اللي تم واضحها لازم يتم تطبيقها ما تقودش حبرة على ورق يقول الصلح الجزائي ما يكون الا مع الشعب التونسي ويشمل الاموال اللي تم اختلاصها من بعد 2011 الكل الى غاية اصدار المرسوم هذا اللي يحكى عليه يقول زيدة انه فما نص قانوني قاعدين يحضر فيه وقاعدين يخدموا عليه حول شهداء الثورة وجرحها زيدة من ساهمش بيش يتفكرهم بالقانون هذية اللي بيش يرجع وينظر فكالتعويذات وكالحقوق خاصة متاع المجريح متاع الثورة وحتى عائلات الشهداء زيدة ويقول الدولة التونسية بيش تنصف هؤلاء الضحايا يقول زيدة انه فما مشروع مرسوم يتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار السقوك دون رصيد متاع الشيك دون رصيد اللي هذي يراه كان مطلب برشا نيستي ولا سنوات الفيتاء الاعتبار انه فما ناس تتعامل بالشيك القانون توا يحطوا في الحبس كي هو ما يخلص ما يخلصش الشيك متاعه لطون اللي هو كي يقعد في الحبس يشكون بيش يخدم ويخلص فالحل مش في الحبس الحبس مش غاية في حد ذاته انه شخص ما عندوش فلوس في الكنت وصحح شيك يدخل للحبس من بعد ما ينجم شي يخدم ويجيب الفلوس بيش يخلص الحل اللي هو نشوفه عقوبة اخرى شوفوا بديل غير الحبس لانه شخص ذيك المطلوب في فلوس وما عندوش لازم يخدمه لازم يتصرفه لازم ساعات يمضي على وثائق وساعات يبدأ يتعامل مع شركيته إلى غير ذلك لازم يكون ويركحوا موره وربما نعطيوهمه لأكثر ربما نشوفوا حاجات أخرى على كل المرسوم هذي المشروع المرسوم قاعد يحذر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد ويقول فما مرسوم وحد اخر يتعلق بمثالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري يقول مثالك التجويع والتنكيل بالشعب التونسي يجب أن تنتهي ويقول زيدا وفما مشروع مرسوم يتعلق بالتحكم في الطاقة وبرشة مشاريع أوامر رئاسية أخرى اللي بش يتم العمل عليه متجهة أخرى وضح قيس سعيد أنه اللي شم عليه ريحة الثراء يقول لا يجالسوني ما يقعدش معايا اللي نشم عليه ريحة الثراء هذا برشة نيس يمكن تفهموا الناس الأثرية ما يقعدوش مع قيس سعيد لا الناس اللي عندها إثراء غير مشروع مش الناس اللي عندها ثروة الناس اللي عندها إثراء غير مشروع لا تجلس مع قيس سعيد يعني هو رافض الحوار معهم وقال أرفض الجلوس بجانب من أجتم عليه رائحة الثراء ومن أجتم عليه رائحة الثراء والبذخ ما يقولش معايا حرفيا قالها رئيس الجمهورية ويقول ما نجموش نحقه مطالب الشعب التونسي إلا من خلال تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين ولا مجال لمظاهر الثراء ولا مجال للتفريط في أي مليم من فلوس الشعب التونسي خطاب قوي جدا من قصر قرتاج